موسيقى ربنا احفظ بلدنا الحبيبة مصر دائما ان شاء الله متكملين في انجازاتنا متكملين في نجحتنا والحياة دايما الدولة المصرية يوم بعد الاخر بتحقق نجاح في كل المجالات وفي كافة الحاجات اللي هي بتدينا طاقة امل كبيرة جدا وعلى رأسها اللي كان الحفلة الجميلة اللي نام عليها الشعب المصري بفوز النادي الاهلي اللي كان مش بس بيمثل فريق ومشجعين نادينا الاهلي ولكن كان بيمثل كل الدولة المصرية في محفل عالمي اسمه بطولة كأس العالم للاندية اللي فاز فيها في اول مبارياته على الدحيل القطري وكانت مباراة في غاية الاهمية فعلا قدم فرق مصرية زي فرقة النادي الاهلي للعالم اجمع ان احنا عندنا لعيبة جديرة بالثقة قادرين على الابداع وان شاء الله مكملين في هذا المحفل اعتقد يا مي حاجة جميلة فرحت يوم الخميس مش بس مشجعين نادي الاهلي مشجعين نادي الزمالي كل مصر نامت على فرحة جميلة وده انجاز كمان بتحاول الدولة المصرية كان انجحنا في بطولة كأس العالم لكرة اليد لو تفتكر اللي انتهت من اسبوع وشفنا ما شاء الله كمان التنظيم اللي كان راع في ظل وباء علامي اسمه كورونا والناس كانت خايفة وان ازاي طبعا مصر بتنظم بطولة بالزخم ده في وسط ازمة بعيشها العالم وكورونا ولكن طلعنا الحمد لله كله بيشيت بي تنظيم فعلا كان كويس جدا في الوقت ده ونجاح كمان بتحاول الدولة المصرية في محفل دولي وعالمي احنا يعني زي ما بيقولوا كده تربنا عصفرين بحاكر مزبوط نظمنا بطولة كأس العالم لكرة يد ابهارة العالم كله وفي نفس الوقت النادي الاهل يشرف كل الدولة المصرية في بطولة كأس العالم الاندية صح لكن احنا هنقدي مباراة بطولية اهم حاجة فعلا زي ما انت قلت دلوقتي نلعب كويس يعني الوقاية نفسها والتنظيم نفسه وكل الكلام ده يبقى كويس مش شرط مين هيكسب ومين هيخسر بس كي حاجات تانية اهم من المكسب والخسارة اهم حاجة اللي هي بتاعتنا تكون رجالة زي ما كانت في المطشوط اللي قبل كده هم بالفعل رجالة بيقدوا اداء مشرف وبيؤكد ان احنا الحمد لله قدرين على الابداع مش في مجال ولا تنين ولكن في كل المجالات عندنا الحمد لله الدولة المصرية متميزة فيها وده اللي بيبلوره شباب مصر الاوفياء في كل المجالات مزبوط زي ما قلنا لكم في البداية كل يوم من يوم السبت اليوم الاربع من ساعة عشر لساعة اتناشر هنكون معاكم يارب نكون ديوف خفاف ومش تقايا عليكم ابدا محضرين فقرات كتير جدا جدا مهمة هنبدأ اول حاجة نتكلم فيها دلوقتي الامثال الشعبية لا انا عمال احفظ فيها بالعافية مش كل المصريين لما تقول لك مصر كلها حفظ الامثال الشعبية وناس ماشية بيها بشكل كبير جب زمان زمان كانت اهلينا زمان حفظين كل الامثال الشعبية انما الجيل بتاعنا الجديد مش كله حفظ الامثال الشعبية يعني نسبة صغيرة مننا اللي حفظ الامثال ونسبة صغيرة مننا اللي بيقامن بيها وفي نسبة ما بتقامنش اساسا بالامثال الشعبية أنت بتأمن بيها الأول؟ بصي هو مش بأمن بيها أكتر ما أنها مقلات ترددت وفعلا بنشوف بعض الأحيان أن احنا بنقول مثلا بتكون تتكلم عن زميل أو صديق ليك وفاجأة تلاقي جه فأول حاجة بنقول يا اتنا يا اخي كنا افتكرنا مليون جنيه أو حتى جنيه فأنت بتأكد كده لزميلك أن المليون جنيه أغلى مش مهمة بس المسأل يعني خلينا نقول أن أيامة كتير قوي فعلا بنكون بنتكلم إحنا اللي اتنين وبعد كده نجيب سريت شخص ونلاقيه فعلا نجيه على طول يعني المثال ده من الأمثال اللي فعلا بتحصل كتير والمصريين بطبيعتهم مؤمنين بي ده معناه أن فيه أمثال منها حقيقة يعني بيبقى موقف حصل وبنقول عليه مثال وبيبقى حقيقة زي مثلا قالك وبيقولك وده فيه مش عارف بيقول ايه الحاجات ده كلها احنا حتى بنرددها بشكل ومنكونش حتى عندنا خلفية عنها فيه أمثال كمان بتبقى حكم الحقيقة وفي نفس الوقت أمثال شعبية بتبقى نوع من التهكم يعني مثلا ناموا بتاح يأتيه كالنجاح ده تهكم يعني مش معناه مثلا الناس اللي بتذاكر دلوقتي انها تناموا وتسيب المذاكرة وتنجح لا طبعا ده تهكم من صهر الليالي عادة سنة من تاني ده برضو تهكم فيه حاجات برضو من الأمثال الشعبية يعني بتقول التنمر يعني طويل وهبة القصير مش عارف ايه دي حاجات للتنمر وده مش لطيف حتى ان احنا ممكن نقولها أو نذكره تاني مظبوط بس فيه أمثال بقى مثلا تانية زي الإردف عن أم غزال هو الإردف عن أم غزال الناس بتقولوا ان ده نتيجة عن المحبة لزايدة يعني مثلا الأم والأب هم أكتر اتنين بيحبوا يشوفوا ولادهم أحسن منهم في الدنيا وبيحبوا يشوفوا ولادهم ان هم يكونوا نكحين في حياتهم فبالتالي المثال ده بينطبقوا بيؤكد ان فعلا اللي بيحب حد ما بيشوفش عنده عيوب وتظهر بقى كان اللي هو بيحبه ده يعني زوج وزوجة أو حتى أولادي أو أي حد أنا بحبه مش شرط بس الأم الإبنها أو الأم البنتها أو اتنين بيحبوا بعض زي برضو نفس المعنى بتاع مراية الحب عامية ده بقى أكتر آه بيكون الاتنين بيحبوا بعض ما بين الزوج والزوجة ما بين الحبيب والحبيب حتى الأصدقاء يعني فيه أصدقاء مثلا تلاقيهم بيحبوا بعض قوي فمن كنت رحبهم بعض مش شايفين عيوب بعض ودي حاجة على فكرة جميلة ياريت احنا نطبقها في حياتنا الحب قيمته انك انت تقدر تعطي وتدي هو الحب عمره ما كان محصور ما بين الحبيب والحبيبة والزوج والزوجة حبك لربنا ده نوع من أنواع الحب حبك للأنبياء وسيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ده نوع من الحب حبك لأصدقائك حبك لولدتك حبك لأخوك دي كلها أنواع من الحب لازم ان احنا نطبقها في حياتنا والحقيقة اللي بيحب بإخلاص بتلاقي فعلا الموضوع بيصل لي يعني مثلا أنا بعز مي بإخلاص فبالتالي رشيء رباني كده بيتولد عند مي إن فعلا تأذى عصب التخاطر بالزبط اللي نور وفي حاجة تانية كمان إنه لما حد بيحب حد ما بياخدش باله من الجانب السيء الجانب السيء اللي هو موجود في الشخص ده هو فعلا بيتامي عنه أو مش بياخد باله منه أو مش بيشوفه ده فعلا مظبوط طيب عايزين برضو نشاركو يا ريت شاركونا على صفحة البرنامج على الفيسبوك أو حتى الأرقام اللي موجودة على الشاشة وناخد رأيك حضراتكم هل فعلا بتأمنوا بالأمثال اللي بتتقال في أغلب أمور حياتنا هل فعلا الناس بتطبق الموضوع ده في حياتها طب رأيك إيه في الأمثال اللي بتقال بشكلها متحديدا الأمثال الشعبية اللي كنا بنسمحها وما زلنا الحياة نسمحها من أجدادنا ومن الناس الكبيرة في السن المحترمة الجميلة اللي احنا لما نقعد معانهم يقولوا لنا أروع الأمثال ولما تيجي تفكر فيها يلاقي فعلا المثل ده حصل في حياتك منتظرين كل مشاركاتكم على الأرقام اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشة فيه مثل أنت مؤمنة بيه أو ماشي بيه في حياتك كم ايه هو الدلاش لخبازه صح كده اه ده مثل مهم جدا لأن فعلا هي فيه ناس اختصاصها بيبقى حاجة معينة وفيه ناس تانية بتتحاول أن هي تخش في الموضوع من أجل أن هي تخش في الموضوع هي لا تفقه شيء عن الموضوع ما عندهاش خبرة في الموضوع فهي فعلا كلمة ايه دلاش لخبازه لا هو فعلا ربنا خلق كل واحد بيعمل حاجة معينة هو أعلن بيها ليه خبرة فيها هي بتاعته هي سبب لقمة عيشه هي سبب حياته صحيح فأنا مقامنا جدا بالمسالة يعني التخصص في الشيء بيضيف ليه بشكل كبير جدا اه طبعا هأكدلك على كلامك وعايزين نربطه موضوع ايه دلاش لخبازه اللي بيأكد أن كل واحد متميز أو متخصص في جزئية معينة هيقدر يبدع فيها زي حكومات التكنقراط على مستوى العالم أثبتت نجاحة في الإدارات الخاصة بالدولة لما يكون عندك يعني حكومة تكنقراط يعني حكومة متخصصة يعني مثلا عاصم إعلامي يجي وزير إعلام مي مثلا متخصصة في السياحة تيجي وزيرة سياحة فإن يفعش مثلا مي متخصصة في السياحة تيجي وزيرة إعلام والحاجة الدولة احنا عندنا الحمد لله موجود دلوقتي في الحكومة بتاعتنا وفي أغلب الحكومات اللي أثبتت نجاحة على مستوى العالم وهي حكومات التكنقراط المتخصصة زي ما بيقولوا كده ادل عشل خبازه واللي احنا بنوازي بيها في أمثالنا الشعبية في فقرتنا النهاردة أول تليفون معنا النهاردة من أستاذ عيد صباح الخير أستاذ عيد صباح الفل السلام عليكم وعليكم السلام وعنطل الله وبركاته دي مثل بقول لو الغلة أدى السبن مش ممكن الحمد تحب مرات الابن دي معناه إيه بقى أشرح الله لا استنى استنى أنا بسمعتوش معلش ممكن تقول ثاني لو الغلة أدى السبن أيوة لو الأنح أدى السبن مش ممكن الحمد تحب مرات الابن زي ابناء بس هل تعتقد ان المثل ده قاعدة عامة ولا برضو بيبقى في بعض من الأمثال يا شواز لأن احنا بنشوف برضو زي مثلا في المشاكل بين الحمد والزوجة والزوج بتبقى في حمى بتحب جوز بنتها وحمى بتحب مرات بنتها والحاجات دي كلها مرات جوز نحن نتكلم على الأغلبية طيب حضرتك بتأمن بالمثل ده خلينا نتكلم بقى بصفة شخصية بتأمن بالمثل ده بتأمن بالمثل ده انت كده بشبات في البيت استحالة ان الحمى تحب مراتبنا أكتر من ابناءية بتحبها بس لو عملت معها تتش أي كلام أي حاجة خفيفة انت قل لها مع السلامة حدك متجاوز قلت لسا سأله ان شاء الله متجاوز رمعي تلت صدان وبنت يبقى اكيد حماتك نايمة معلمة ماشا زحيل بدوشك لحضرتك جدا هو اعتقد الجمال في المثل انك انت تتحكي يا اكيد حماته نايمة والمدام نايمة صحيح جدا من حماته بس لا والله بس خدوا بالك يا جماعة مش مثل شعبي يبقى قعدة او برهان نمش عليه لكل قعدة شواز فمعنا زي ما حنا ما قلنا من شوية فيه امثال بيقولك من صهر اللي يالي عد السلام من تاني بالعكس فيه مثل بيقولك من جد وجل ان كل ما تتعب وكل ما بتجتهد وكل ما بتذاكر وكل ما بتخلص في شغلك ربنا سبحانه وتعالى بيديك على قد نجاحك بس خالينا نقول ان في مصر يعني دلوقتي المثل اللي قالوا عيد دلوقتي يعني الحماوات هي كل مصر او كل المصريين عارفين ان الحماة صعبة فان هي تبقى هي كويسة او ان هي تبقى محبوبة ده اللي زي ما بيقولوا الحالة الشازة فعشان كده المثل ده للأسف يعني سائد من زمان فب انت شايفة كل الامثال الشعبية اللي بتقال لها قصة او عن حياة اه طبعا كل اهلين زمان لما قالوا امثال او مش وراء امثال كانت كل مثل لي قصة بنسبة كبيرة كانت الكصص دي حقيقية زي مثل مثل انا اللي هو احنا دفنينه سوى اه مثل احنا دفنينه سوى ده وراء قصة كبيرة جدا 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 طيب انت عارفها اقول لك انا القصة بتاعت احنا دفنينه سوى ملخص المثل ده والمغزى بتاعه ان كانوا اتنين اخوات عندهم حمار بيقضوا بي حاجتهم كانوا دايما بيروحوا بالسوق بيجيبوا التجارة بتاعتهم بيسافروا به لدرجة ان هم حبوه جدا 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 كان بينام معاهم الحمار ده عزاكم الله في نفس القوضة بيأكلوه معاهم حبوه بشكل ودي يعني لدرجة انه اطلقوا عليه ابو الصبر فمسمى يعني ما يلاقش بحماره ومسمى يعني لبنى الادم يعني فبالتالي هم في يوم الايام مسافرين بالحمار بتاعهم ده فجه مات فزعلوا عليه جدا وحزنوا عليه جدا فدفنوا في قلب الصحراء والناس معادية والمسافر رايح المكان فلاني وراجع شايفينهم بعياته فيه قالوا ده بو الصبر مات فعملوله زي مقام كده وعملوله خيمة فالناس افتكرت من كتر الحب ومن كتر الزيارات اللي اترددت على الحمار الميت ده ان ده ما قام لحد مشهور او لشيخ او للحاجات دي كلها يوم بعد التاني شهر بعد الاخر سنة بعد التالية الموضوع كبر معاهم جالهم تبرعات جالهم هدايا غنيوا جدا 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 روح لابو الصبر ده ويدعيله بحقهله والكلام ده فاشتهر الموضوع ده ابو الصبر ان ده ما قام لحد معروف جدا وبيقضي الحوايج والكلام ده كله طبعا ده معتقدات غير صحيحة لحد ما جه في يوم الاخوين دول اختلفوا اتخانقوا مع بعض فواحد منهم قال لهم طب انا هروح لابو الصبر وادعي ان هو ياخد لحق منك وان هو يفقرك فبص له كده قال لهم ده احنا دفنينه سوا يعني هو هتنسى او ما تمشيش وركة بيتك ده ابو الصبر ده حمار ده الحمار بتاعنا اللي احنا دفنينه سوا اللي الناس بعد كده اعتقدت عليه فدي قصة جميلة وفعلا بترجع لها الكثير من الامثال الشعبية لقصص حقيقية فبالتالي بنطلق عليها موضوع ابو الصبر بس انا عجبني برضو ولاقهم للحيوان اه ده شي جميل خلينا نقول ان للأسف الفترة اللي فاتت برضو كان في فيديوهات كتير قوي انتشرت على الفيسبوك الفيديوهات وحشة قوي اللي البني قدمين بيعذبوا حيوانات او بيقتلوها او يعني ما شبه من الاشكال دي وطبعا الحيوانات بطبعها يعني حاجة كويسة هي سبحان الله مخلوقة بتساعدنا سواء بقى حمار او او كلب او قطة في بني قدمين دخلوا الجنة عشان اطعموهم اطعموهم واحنا بقى في الوقت اللي احنا في ده بقى بالعكس العذاب هو اكتر بيعذبوهم اكتر يعني بيموتوهم اكتر بالرغم ان الحيوان الناحية التانية ما عملهمش حاجة يعني هم بيعملوا كده ليه حرفيا بدون اسباب ده هنا قدنا للرفق بالحيوان بالزبط وان احنا نعامل الحيوان بشيء من اللطف وان احنا نرعي ربنا سبحانه وتعالى في كل معاملتنا طيب معانا واستاذ محمد صباح الفل عليك صباح الخير عليك صباح الخير عليك فان منين يا اوز محمد بتكلم احسن ناس قولي بقى اوز محمد هل انت بتآمن بالامثال الشعبية او فيه مثل شعب مأثر مع حضرتك وقلته فعلا يعني اتحقق قدامك يعني قبل ما اتجاوبني يا ريت بس تسمعني من التليفون وتوطي التلفزيون يا زي محمد محمد حاول تكلمنا تاني طيب هنستنى تليفونك خلينا نرجع لموضوعنا انا مبسوط والله ان الناس صحية والناس كتير جدا بتبقى في الصبح وتحديدا يوم سبت وتبقى اجازة اقول لك انا نام لي شوية بالعكس تمام على فكرة يا جماعة حتى لو يوم اجازتك اصحى فيه بدري هتحس بقيمة اليوم الناس اللي بتصحى كده بعد الظهر والعصر اليوم تسرق بالنسبة كلما تصحى بدري بدل 24 ساعة تحس انه بقى 48 ساعة تحس انه فيه بركة في اليوم فعلا وبعدين الصبح بيديك تفاقل غير الناس اللي بتصحى اخر النهار وهو بدخل الليل انت حاسس بكتئاب هو الليل بيجيبكتئاب ده غير الساعات الفيسيولوجية اللي احنا مفروض ننامع صح يعني الساعات الفيسيولوجية اللي بتدي الجسم الطاقة اللي تخليك تقدر تنجز كل اعمالك انك انت تنام اخرك وتصحى عشر بالليل وتصحى كده مع صلاة الفجر ويمكن اكدت الكثير من يعني الخبراء في هذا المجال ده كاترة القلب قالوا ان اللي بيصحى يصلي الفجر او بيصحى في ساعات اولى من الصباح ده اكثر الناس اللي ما بيجلهمش الازمات بتاعت القلب وما بيجلهمش المشاكل اللي بتتعلق بيه القلب والدورة الدموية بتاعتهم بتبقى نشطة بشكل كبير جدا فدي حاجات جميلة لازم ان احنا نواظب عليها استاذ صابر طيب تفضلينا استاذ صابر صباح الخير سبع عليكم عليكم السابر استاذ محمود الصبر بل رحب بيك تفضل اهلا وسهلا شرفتنا حضرتك يا فندم انا براحب بكم بنهار جديد ونهار سعيد لتناس مدر الزراعية وعايز اقول لكم ان فيه مثل بيقول ايه اللي بنقدر على فما استاذها على بيت للمسا سبعني طب هالي المسا ده قاعدة ثابتة يا استاذ صابر استاذ محمود صابر قاعدة ثابتة يعني يعني حضرتك مريت بحاجة زي كده قدرت تجزم بيها ان اوه لا فعلا الكلام ده مظبوط اه مظبوط طب ممكن تحكي ان حاجة صغيرة لو ينفع المشكلة ان فيها حاجات اصرار ما ينفعش خلاص بني وصلت لوجهة النظر يا استاذ محمود سبع الفل استاذ محمود صابر شكرا لك يا فعل طيب فيه مسا خلينا ان نسأله لو فيه مسا تاني عنده ولا حاجة طيب عايز اقول لحضراتكم ان فيه امثال كتير جدا بتبقى مورسات وزي ما قال لو استاذ محمود صابر متصلنا من الدقالية ان الامثال دي بتبقى بالنسبة لهم قاعدة ثابتة لكن في نفس الوقت فيه حاجات مش ثابتة زي مثلا بعض المورسات الغلط بالتنمية البشرية بنغيرها للأفضل بالثقافة بنغيرها للأفضل كل ما يكون فيه عندنا وعي وكل ما يكون فيه عندنا إدراك لكل المواضيع بنغير الحاجات الخطائية زي مثلا المورسات كانت معروفة عن الصعيد ان بيبقى فيه بيفضلوا البنات عن الولاد والحاجات دي كلها آه ممكن تكون زمان موجودة المورسات دي ولكن يوم بعد الآخر بعد التطور بعد التنمية بعد التقدم الموجود حتى في كل يعني القرى الرفية الموضوع أتغير ومش معنى أن موجود في الصعيد بقى مش موجود في بلدان تانية موجود في أماكن تانية وفي محافظات تانية هو الصعيد بصفة عامة تغير عن زمان بس خلينا نقول برضو تفضيل الولد عن البنت مش هنقول البنت عن الولد تفضيل الولد عن البنت مش في الصعيد بس هو منتشر في اعتبار في مصر بصفة عامة ممكن يكون محدد شوية في القاهرة بس لا لسه موجود ياني لسه فيه تمييز الولد من حقه يتأخر برا الولد من حقه يبات برا الولد من حقه يعمل أي حاجة وكل حاجة في الآخر أهل يقولك أصله ده ولد ويحرموه على الشق الآخر على البنت بالضبط وفي كل الحالتين اللي اتنين غلط لا صح إن الولد يتأخر لساعات متأخرة للليل برا وكذلك البنت مش صح إنها تتأخر لساعات متأخرة لساعات برا لإن إحنا دلوقتي عندنا في حاجات كتير قوي بتحصل وحشة يعني مثلا الخطف خطف الأطفال أو خطف الكبار ما هو اللي بيخطف دلوقتي بيخطف عشان يتاجر بأعضاء مش فرقة بالنسبة له بقى الأعضاء دي أعضاء ولد والأعضاء بنت فبالتالي أنا شوية لو محافظة أو وغدبالي من عيالي ومن إخواتي مش هيبقى الدنيا عادية جدا برا والناس برا وأولادي برا وسهل إنه هما يتخذفوا مظبوط ولا لا لكن برضو عايزين نتطمن يا ناس يعني هاي بتضرب مثلا مية أكبر الموضوع الحمد لله إحنا عندنا كل الأمن والأمان آه طبعا عندنا كل الأمور اللي تخلينا مبسوطين ولكن عايزين نوصل لحضراتكم بشكل كبير جدا إنه ما فيش فرق ما بين الولد والبنت مش معنى إنه ده ابني فخليه آه ييجي الساعة 12 واحدة باليلو ده بنتي بأخيرها الساعة 9 بالله هو إنك إنت الولد أو البنت تأخره فالتنين غلط مش اللي يمشي على الولد هو اللي يمشي على البنت آه الرجال قومون على النساء ولكن دي فيه أمور معينة يعني لخاصها لدين فهذه الجزئية ولكن الأمور المتعلقة بالتربية أنا زي ما بحرصنا ربي ابني صح لازم أربي بنتي صح زي ما أنا بحاول أخلي بنتي لديها العداد والتقاليد اللي هي تليق بالمجتمع المصري كذلك الولد فما فيش تفرقة ما بين ده أو ده في التربية أو في المعاملة لإن الاتنين لازم يكون عندنا المعاملة سواء وأعتقد أنت عندك فقرة حوارية بهذا الموضوع النهار فعلا فعلا مع الدكتور أميمة أنا قصدي برضو كمان إن أنا أقول إنه لما بيكون فيه خطر الخطر ما بيفرقش ما بين ولد أو بيت هو الخطر خطر على الاتنين وفي الاتنين ده الأولاد فلازم برضو الفكرة دي عندنا كمصريين تتغير كلمة إن أصلا أنا عندي ولد فأنا مش فرقة بالنسبة لي